في إطار برنامج تدريب وتأهيل رجال الأعمال والمستثمرين فقد نظمت المدرسة الوطنية للإدارة مؤتمر النقاش شارك فيه كل من الدكتور سانوس حسن عبد الله وحاكم بنك دول إفريقية المركزية سابقا عباس محمد تولي وحضره عدد كبير من أعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية والسياسيين ورجال الاقتصاد وأصحاب الشركات المستثمرين ودكاتراء الجامعات والباحثين في علم الاقتصاد الترموي وطلاب الجامعات حيث تناول المحاضران على العديد من القضايا ذات الصلة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية وفرعها المختلفة بالمشاريع الاقتصادية ورأس المال البشري في حياة الإنسان وطرق التعامل مع الشركات ورجال الأعمال المستثمرين ومعرفة آعدات الأرباح لا بد من استثمار إدافة في مجال تعليم وكذلك في مجال ناسحة وبطريقة هذا نقدر نحصل إلى سروة يكون بمستوى امتياز الانتربيسيون حقا في ناحية التلمية يكون كويس وكبير وفي الختام تداخل الحاضرون بأسئلة ومقترحات تفيدوا الشكل العام لطرق الاستثمار في كات وأجاب عليها المحاضران بشكل مفصل